على النتائج البحثة يجب أن تكون النتائج واضحة وسهلة الفهم وينبغي أن تتضمن النقاط الآتية لإنبغي أن تسرد كل النتائج قيم البيانات أو النتائج ذات الأهمية الثانوية وانقلها إلى الجزء الخاص بالمواد التكملية لا ينبغي ذكرى النتائج التي تم وصفها في الجزء الخاص بالطرق المستخدمة ينبغي إلقاء الضوء على النتائج التي تختلف عن نتائج الكتابات السابقة أو تلك النتائج التي لم تكن متوقعة ينبغي إلقاء الضوء على النتائج الخاصة بالتحليل الإحصائي الرسومات التوضيحية مهمة للغاية حيث أن الأشكال والجداول تمثل الطريقة الأكثر فعالية لتقديم النتائج التي تمثل بدورها القوة الدافعة لأي ورقة بحثية كذلك فإن التعليقات على الأشكال والجداول ينبغي أن تكون تفصيلية كي تكون شارحة لنفسها